اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله يحسن أعزاكو يتزخير هو الصديق من الوالد الله يتزخير حبيبي برد غير عادي وحبيبي مخضيلي منور الله يسعدك نورك أبادي انت هنا أو في العين أو كيف اشلوم في العين العينة للمرأة مدري أنا مدري انت هنا؟ ايه هنا أنا كويس حرم بس عيني على جاكيتي برد برد طبعا في فقرة تقطيقة أو تقطيقة اللي عرضت البدر المطرفي كان فيها جزء أول وعرضت المشاهدين والمتسابقين في جزء ثاني للفقرة راح نستعرض اليوم في كلام اليوم فخلكم يتظارها إن شاء الله أبو شوق اليوم الرصيدي بشكل عام أتذكر في هذا اليوم عدي الغامدي وهو يقول زد بوكسك في حركة جميلة اليوم والأيام هذي بشكل عام في متسابقين ظهروا وأبدعوا اليوم يمكن في أكثر يمكن في قصص كثيرة صارت بل إيه بالحب طبعا حنا الحين عشان الناس تتصور أن نحنا نحميهم نقول كلمتين ثم يجي البرود يعني أدرون إذا فيه كلجة فيه كلجة الجو بارد جدا أنا ممكن أبرد مرة يمر علي الجو أوكي طيب كويس لا والله درجة الحرائق كون يبقوا شو قلت لي رأى صفر الآن اليوم طيب خلني خلني أمتقل أنا وإبنك ما تعطي ما تعطي أي واحد فترة يأكل خبز كثير يعني يعني لقم ولقمتين ثم تنظر عرطوا شمو تبرد الخبز ما رخاص طيب درحوان خلا تكون انطلاقتنا اليوم للفقرة والحلقة اليوم أنتم مشترك في مسابقة الآن جميل ومن حقي أنا كصديق وكداعم لك أننا نطري هالمسابقة ايش المسابقة اللي داخل فيها أنت؟ هي مسابقة بين تحدي سناب شات بسعودية لأكثر من نجم مشترك في المسابقة تقريبا حوالي خمس نجوم أنا رقم أربعة وهي يعني رقم أربعة أربعة أكيد أربعة أربعة في التصويت وأخر كلام صار أربعة إن شاء الله وهي أوكي فيها جائزة كويسة لكن هي الشي الجميل لأنه بنفس الوقت يكون الجمهير اللي تدعم وراك يشوفون أثر دعمهم عندما شاء الله تبارك الله جمهور بداية شهادتي في مجروحة وانت تستاهل النجاح والتميز إن شاء الله طيب التفاصيل أريد أن ألقاها أنا أريد دعمك بس تعطينا نسمة من الحين أقول لك والله أنا تفداك أبو شوق شهاد قدام الناس شاهدين وفيه شهود حلو الفعل جائز جائز تفاصيل كلها بسنابية طبعا هي بدأت الحين ومضحيبة ويجي نهينا لأيونيكم إليه إن شاء الله الساعة 11 بكرة إن شاء الله والعلان متى بعدها أطول ها الإعلان أطول يعني الساعة 11 بالليل بكرة يوم الجمعة الإعلان أطول بعدها في النص ساعة كده طيب اللي دعم عبد الرحمن الخضيري في المسابقة اللي الله يوفق ويكتب لألفوز ونجاح فيها ورفع الاسمه ورفع الاسم الجماهير اللي تدعمه أو الوطن أو شعب بداية كل التفاصيل المسابقة على الساعة جيش بداية أعتبرهم شعب أنا أعلى من الجيش لأنهم هم عندهم تحام داهم يوم في المسابقة وفي الساعة بشوفوا التفاصيل ودعموا أسى الله يوفق إن شاء الله معنا الجزء الثاني منطقة جاهز نروح نشوفه وراجعي لكم إن شاء الله كل يوم نعيش باقنا حياة والرصيد نزاد هذا كسب دينا يلا 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 زد رصيد يلا 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 زد رصيد كل يوم نعيش باقنا حياة والرصيد نزاد هذا كسب دينا للفايل كلهم اللي فيه بعضهم ممكن أنه ما عنده سالفر لا أنا يمكن أن عندي ملاحظ على محمد المسعود أنا نجي طورش جلال زايد سعد السبعي بس صوته حلو هين هو الصوت أنا معك الصوت هزين ما اختلفني معك بس كتقديم فايدة في الفترة الخيرة ما أشوفني قدم فايدة طوير الش ما أحس إنه قدم شي أنا ما قال عليه الكلام إذا ما قدم أتمنى إنه في أول برايم يتوك على الله يتوك على الله تتوقم عيام الجاية رح يقدمون شي والله ما أدوقع شي تقريبا خلص دراسي دي ما أدوقع شي ما عنده سالف أنصحوا أن يعتزلوا وعنده فقارات حلوة يقدم شي حلوة بس هو اللي ورطني في الموضوع هذا وحساسي يجيب مقلة في طوير الله يسامك السلام عليكم سعد السبعي سابحنا على ما قلنا فيك والكلام اللي قلنا كله خطأ وسعد السبعي إنسان رائع جدا ورائع وتقديم ورائع وواصله إن شاء الله إلى الأمام واللي ورطني ونكبني هو بدر المطرفي يا جماعة الخير سامحونا وعيالة زايد مبدعين وقويسين واستمروا والله يوفقكم اللي قال لي بدر المطرفي الله يسامح يا جماعة الخير تلك الكرام اللي توقلته كله غلط في غلط واللي نكبني فيها بدر المطرفي ومحمد المسعود صراح يقدم فترة خيرة شيء زين وصوته زين وفالة زد رصيدك 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 يا أهلا ومس هل رجعنا لكم مرة ثانية بعد استكمال الجزء الثاني الفقرة التقطيقة أبو شوك زي الفقرة هذي هنقوله التقطق اللي بدر المطرفي سواعي المتسابقين مع الجماهير اللي قابلهم في الشارع هي ثكرة ذكية يمكن في الصدمة يا أخي لما الناس تكلم عنك زي كده والصدمة أكثر نقول مسابق كيف سمحت القناة بظهور زي كده على الهواء يعني تخيل أنت يعني 80 يوم 82 يوم وانت شغاله وثم يجي واحد يقول وعلى فكرة ترى الشاب شغيل أكثر من 80 يوم يعسب زد فرصتك وحسب ما قبلها من الاستعداد والحضور في القناة والتصوير ففعليا ترى اللي بيحسب أنهم منقطعين على هم 82 يوم ترى غلطان هم منقطعين أكثر أكثر صحيح في تقريبا 20 يوم قبل هذي كان فيها كجزاء تميز بدري بشوك في هالفقرة مع فريق الإعداد طبعا الخاص بالفقرة هذي من مخرجه شوف هو مع مجموعة بس أنا ما أخف أذكر وأنسى لكن في ياسر عباس وفي ياسعد وفي مصطر في مجموعة كبيرة شغالة في المشروع هذا فيه طابع شخصي جميل البدر أنا أعتبرها دورة دريبية ومصاغرة المتسابقين هذه الطقطقة نطيفة أهلا بك بعد البرنامج في الطقطقة الثقيلة طيب خلنا ننتقل لو أستشف من هالكلام سؤال لعبد الرحمن عبد الرحمن شيك سدهاني بالطقطقة العظيمة بعد البرنامج والكبير أبدالما كانت مختصرة كده على مؤدين مخرجين مواجهة النجم للشارع والرأي العام والله أني ما أدري أنا خاف أني أجوه بساطة بعد البرنامج يعني الرأي صار شخصيتك ما هي لك أنت من تملك نفسك الناس كلها تحكي فيك باللي بيتأثر بهالكلام من تجربة تتكلمت يا عبد الرحمن طبعا قصتك كتأثر شخصي أنا ولا كتأثر الجماهير ما تلقى لكل مجمع عليك طبعا هذا شيء فطري في ناس كثير ما تعرف من أنت يعني مثلا تجي تتكلم ما يعرف أنك نجم ولا صاحب قيمة ولا تقدم ثم يجي يعني زي ما تقول ما يعطيك قذرك كده يطق طق بداية ورجوله مثلا شيء طبيعي ذا ولا توقع نفسك أنا أحس أنه شيء طبيعي طبيعي كيف ستعامل معاه لا شوفي يفرق من شخص شخص الشخص اللي يرافع نفسه بيستنكر أي شغله لكن الشخص اللي يحس أنه هو أساسه من الناس أنت اللهم ميزة أعطاك الله أنه أنت محبوب عند الناس أنه أنت ناس تابعك وتسمع كلمك أو 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 فأنا أقول تفرق من شخص شخص بس أنا عن نفسي أحس أنه شيء يعني هذه رسالة كل المتسابقين اللي هم نجوم أصلا في قروض المشاركة هم نجوم إيه إيه يعني أو لا تتأثر الكلام الكل عشان ما تطبط من نفسك هذا الكلام هذا الكلام لأنه رح تتعب بعدين يعني واهب منتهي على يعني موقف موقفين كل آخر لكن عندي أنا بس تعليق بسيط على اليوم اللي هو قلت اليوم إن صراحة ما شاء الله تبارك الله هو أنت قلت اليوم تعدين الثمانين صح؟ ثنين وثمانين ثنين وثمانين بالعادة يعني آخر البرنامج يكون شوية شباب تعبانين رغم أنه آخر البرنامج ويوم بارد لأنه اليوم يوم ناري ما شاء الله تبارك الله يعني إذا جواء باردة أحيانا البرود شوي يخمد شوي الشخص يقلل من حركته وآخر الأيام يكون يشتغل هلو عايش تحت ضغط ما هذا شباب اليوم ما شاء الله يوم أنا أذكر نقاش صار بيننا وبين فارس هنا فالقنف شروم جاء وقال أني ودنا نسوي أفعالية بره بس برد قلنا له ترى كل نسخصة درسيتك برد بس والمشتي هي أقطع المستوي وشيف ما شاء الله هو اليوم كان من أول الناس اللي موجدين من العصر وشو اسمه طبعا العصر لا فارس كان محرط كان مساعر على حق كان واقف يقول أيوه طق طق أضربوك أفا استوى لك أفا وكان مساعر وكان الشاب ضرب بالفليل ابن دفنا اعتزل الفتنة ودخل جمعية سمو كان نمو اعتزل الفتنة وفي ناس شاركوا بالفتنة طبعا أبو شوق من نحتاج اليوم بالكوفيش الروم والله كثير لابوه سالم بالخمفري وأول واحد يمكن سالم اليوم نبغى بعد شا سموه فارس فارس بشيري أمر الملحم وفي ناس بنطريهم بعد شوية طيب يا شباب واللي محتاج برضه الكوفيش الروم ونبغى المسابكين يعندوا شيء بعد حنا تحت أمركم بعد أمر الله سبحانه وتعالى في انتظار جهاز التقارير عشان نطلع ناخذ إن شاء الله تقرير الأول في رسل حدات اليوم المطبخ يبو شوق اليوم كيف دار فيه الحوار وكيف كان التمييز فيه من خالد وبعليك عادتهم رغم أنه في بعض الأقاويل ومستحيل يرضى كل الأطراف أو ترضى كل الأطراف على اللي قاعد يسير العدل في الأخير هو من يحرص المتسابق أو المقيم أو المذيع على قيامه أنا أحتاج من الجمهور يسوون إحصائية يحتاج مين؟ الجمهور يعني شيء من الجمهور الموبليا أنا عندي الإحصائية بسبغة الجميع يسوي إحصائية ويشوف الأسماء وكل واحد كم مرة حصل على فرصة المطبخ لنجا تشوف مظلوميات وبيناه لو رحنا الإحصائيات والأقام راح يشوف الوضع يختلف هذا واحد ثنين طبعا والله هذه أول مرة يشاركون التوقع مع بعض في المطبخ اليوم افتقدنا مرجان كان أبو علي مكان مرجان في السجن الشاب حتى في سجن في تأثير شوي لمدة طويلة كانوا في السجن زي اللي خلصوا البزل بسرعة وعيحوا يا شباب قوم وتحركوا ولا تعبانين خلصنا فقرة المطبخ بشكل عام من الفقرات المتعبة لو كنت مقدم أو معد أنت حتكرر نفس الفقرة مئة يوم لازم تكون عندك يعني عندك نفس طويل وقوة واستمرارية في استمرارية ترى ما يبسا على أم لا مقدري صحيح هو أصعب شيء استمرارية استمرارية هي اللي يعني حسنها أقوى اختبار للشخص اللي بيقدم فقرة خاصة كروتين يومي خاصة كروتين يومي يتكرر يعني يعني لو يفجيها الجزئية بسيطة مثلا كطروحات تطرحن يوم يومين ذات أيام السبوب خلص اللي عندك لازم تسجل عندك كم كثير هذا اللي تميزه خالد هذا اللي تميزه صدقت وبعلي كانوا زي ما تقول يسوون الدوت وهذا بينهم ومرجان اللي الله يرجعه بالسلامة إن شاء الله سافر الظروف عنده وبرضو دعواتنا القلبية المعد الفقرة حسين الفيفي بالسلامة والشفاء العاجل إن شاء الله عندنا التقرير الأول لبيت الحكمة وزد بهراتك جاهز نشوف رجالكم إن شاء الله بسم الله لاحظة عطل لي معجل واحد ثنية ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عطى احد عشر اثنين عشر ثلاثة عشر وقف سرعب 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 على طول عطوا غلما ابدأ لا لا عطا عطا في يده ايوه بشوية 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 شوية لا قيح شوية شوية من تحدى فيهم عادما عادما هتعلر لعاد من سنة ستة وطمانين ما هتفق القلب إلا أنا ذاكري ايوه 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 لا تاوه بيجيبها بيجيبها إن شاء الله لا لا في المتنينكة ابو سعد خلال واحد حطها في اثنين ثلاثة ابدأ يلا اسرع لا تأيدك ابعدها يا لا 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 ابعد يد ابعد يد ايديك لا تحط لا تأيوه كل 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 سب الله بسرعة بسرعة تدورها دورها نشوف من خلص اسرع 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 اللي عليكم يلا ابو دخير النتيجة طرعت قبل ما قبل ما تعطر قابل نعم قبل ما يبدأ خليشوفوا بالله حطت ثنين وعشرين ناس وثلاثين 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 وثلاثة وربعين لا تجود ريال ولا تنقص ريال خريق حبيبنا عبد العزيز وعبد الرحمن آل زايد سموه سموه والخريق الثاني الله يصيه عليكم الله يصيه عليكم قصر ذولي والخريق الثاني كنافة بالقشطة في البيارة بير كبير حفربوا كل العطشان وقبلوا شارع طاويل بينزل دغري على بيسان على طرف كل وزهار وردوا كل وقحوان وعندوا تلمرتفع رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 موسيقى رمضان خ هلا وسهلا رجعنا لكم بعد التقرير الأول اللي استعرضنا فيه بيت الحكمة وزد بهاراتك أبو شوق شفنا تمييز أبو فزاع اليوم بتغيير الأجواء عند الأباء بالكورة وسعة الصدر والمسابقات فيه فيه الروح الشبابية رغم أن الشب لو كان ظاهر على الوجه لأن القلب يبقى أخضر يقول ما شابه عزمي ولا ما شابه جزمي ولا عزمي ومقدرتي إش اسمها أبو فزاع في فقرتها ولا مرة شفت فيها رتابة صراحة وهي الفقرة اللي فعلا تستحق أنه شاد فيها في البرنامج إذا كنت بترفع الرأي للفقرة فأنا أرفعها لبيت الحكمة الأدوات مو بزين المتسابقين المتسابقين ممكن أقدر أوجههم أتكلم معهم أناقشهم في ساعة صدر شوي وأقدر في سلطة العمر ممكن سلطة الإسراف الأباء لا أنت تعامل معناس أكبر منك في العمر في الخبرة في التجربة في كل شيء هم أكبر عش الله أبو فزاع كيف يقدر يديرها الفقرة هذه ترى هذا ذكاء اجتماعي عالي جدا وقلت لك الفقرة الوحيدة اللي ما تحس فيها أي رتابة ولا أي ملل ليش؟ لأن المقدم قدر يدير أطراف الأزمة بنجاح فعلا هي من الأشياء اللي يوجه المقدم صعوبة أن يقدم أو يلقي أمام أشخاص في عمر أبوه أو أباءه أو أباء المتسابقين فلذلك يجي تصعوبة لك مو بس العمر أبو أبو فزاع ما شاء الله تبارك الله مو بس العمر العمر، التجربة، الخبرة الإعلامية يعني الآباء اللي معنا بعضهم خبرة الإعلامية إعلاميين صحيح هي خبرة خبرة قديمة وإدارة الحوار بينهم كيف شفت اليوم خلاهم يوكلون بعض سواء مسابقات الكورة في مجموعة مسابقات مرة ترى خلاهم يلعبون كورة فعلا ومرات يطلعون يعني تغيير في الريتمداد صعب أعطيك أقول لك كلمة كان الفرود نقولها قبل سبوعين لما اكتبت الأستاذ عز السباعي بقال عن قناة بي عن زيد رصيدك تكلمت قالت كيف يجتمع الشباب والنوم وقلة الرياضة في زيد رصيدك للمتسابقين هذين سألهم متسابقين فكان الأغلب في فترة من فترات في فترة من فترات البرنامج كانت جلوس كان اسمه زج جلساتك في فترة من فترات بعد فترة الأخيرة هذه تغير الوضع ففي ذلك الفترة كنت أود لي قائل نقول لكم يا جماعة شوفوا الآباء كيف حركتهم وكيف حضورهم وكيف أداهم وانتم كيف جمعون وانتم أكثر منهم الآن ما شاء الله مع أننا في آخر البرنامج الله يوفقهم يسروا مورهم إن شاء الله هو مسك الختام رح يجيك في محور زيبهاراتك يا عبد الرحمن لكن خلني أخذ سالم الخمفري ملك وفي شروم سالم يسعد الله صباحك وكل خير وقت بالنور والسرور يليتم يفتحونا الشاشة عشان شوف يجيكم الزهر هيا هي جتك الشاشة إن شاء الله يلا حي سالم الله يبقيك وحييك تعالى دهكي كيف أمورك يا سالم الله يعافيك أه أسلم وش تقول أحبتهم هلا نحبت بعد هلا نحبك بعد الله يسعده إن شاء الله أبو شوق معك سالم يا سالم يا هلا صبحته بالخير جميع يا رب بالنور هلا هو أبو شوق هو فارس اسمه صح؟ أبو شوق لا ترى أنا أحبت يا حشوة والله نقدو عطيب ضاري أحسنك تحب حبيب حبيب يا عبد الحكيم يا مرحبا حالالحب يقل يكلم يلا هالله سلام السلام يا الله حي اجلس يا مرحبا والله بخير إيش حالك؟ عشاك طير يا مرحبا كيف حالك؟ والله بخير إنه حمد ما شالله وش هل لعب زانت نبهك في الدوري أم انا اجهل ما شالله ما شالله establishing ووين فارس لا كيف حد سود أحبت طالا صلا طالا ما يا لبي شعورك اليوم والدفع المعنوية اللي رح تجيك انشاء الله بعد زيارة لك واخوانك لك والله العظيم اسعدوني صراحة جيت اخواني صراحة وجيت اخوي اللي ما اجابته امي ابو علي سعاد بن علي العفيدي الله يبيض وجيكم يا ادارة الله يبيض وجيكم بياضة اشي حم بياضة كل جيه وافي وافي يا سالم وما قصرت الصراحة وتستهل تستهل يا شهر عبد الرحمن معي سالم يا لبي هلا يا سرح عبارح 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 احب سمش اخبارك يا الله حيا وش علومك شنها صحة تمام حلغة سلام هلا والله شلونك تحبنا انا ولا ما تحبنا بعد احبكم انا دولي ناس دولهم نحبكم كلكم الله يستعدك سالم حبيبي يا ربي وش علومك أنت؟ والله بخير إن شاء الله دافع معنوية إن شاء الله الحمد لله أسبوع الجاية جاي يشوفك مشعلل بإذن الله بإذن الله موفق حبيبي نبقى فارس قريب يا سالم يا ربي فارس وين؟ فارس أخوي ولا بشير موجود فارس فارس قل يا سالم يا سالم لا بصوت نادر يا سالم الله ينبتوا نباتا حسن يا سالم ويقويكم يسعدكم إن شاء الله آمين الله يبيضوا جيسكم شرفتنا الله يشرف شرف الله لنا يسر الله أمرك برضو في انتظار الشباب اللي بغيراهم فارس البشيري ومن بعد يا بو شوك وش اسمه ذا وطبعا سالم جاء عمر الملحم عمر الملحم في انتظار الشباب عبد الرحمة الخضيري الزد بهاراتك أسلام الفقرة اللي رفعت أسعارها هالسنة إلى درجة من كل متسابق يأخذ أربعمائة ريال من الفريقين اللي فوزون ما شاء الله وتأثيرها على رصيد وتفاعل الشباب فيها وإش كانت تعليل لك هالفقرة السنة اللي طارت والله الفقرة قصدك إنه أحيانا أول شيء فقرة بالنسبة للينا الصراحة ثقيلة خاصة إنه ما في نوم يعني ما ننام كم حنا أحيانا أنا ننام تاخرين فقومنا ثقيلة لكن صدقني يعني الفوز به يفرق يعني خاصة حين إذا جاءت القرع من حظك مثلا أسبوعين فأتأخذ كم حين أربعمائة روعمائة ثم مية هذه شيء حين يطلعك مبرايم حين قد يوصلك إلى هامور أو حول هامور يعني يعني الرجل أو المتسابق اللي يجي فقرة السيد بهراتك يقول أبغنام تعبان مش إرسالتك له ويروح عليه السلة طبيعا والقرع شف أتوقع أنا مو باكت نوم يعني مو باكت نوم يعني حنا نقوم والله أنا نجرجر نفسنا جرجر يعني ممكن أنا إنسان رائي نوم شوي لكن جمد وجهي جيست هارج عطلات وجهي من البرد برد ما مصحك لكن يعني لا فكرت أنه في ناس تدعما وفي ناس تنتظر المطبخ عشان بس تسوي لايك أو كأول كان لايكات فلنطفت لا تفكرت في ناس تنتظر كشيخ أنهم لا حقنا عليه فنقوم هذا هو طيب عمر الملحم صبحك الله بالخير يا عمر يا هلا وسهلا صباح النور يلا تحييه يا هلا وسهلا حييه ونعيما وأدام الله البشاشة على الوجه الجمي يا حبيبي الله ينعني عليك يا بعد راسي يا بوشوق معك عمر المال ماسك معه يبي المايك هذا تهتح تهتح كيف حالكم؟ الله يبقيك يطول بعمرك معك أبوشوق يا عمر يا هلا وسهلا يا بوشوق الرجال يمون فك المايك صبح كلام الخير يا عمر يا هلا وسهلا صباح النور الله يطول معمر الله يسلمك حبيبي حنا فقدناك اليوم من الصباح تقريبا لا صباح كان عندي أمر بسيط اللي هو ضيق تنفس الحمد لله أمر بسيط ولا أحبيت أن أبين للناس أنه تعبانه شي بسيط ودخلناها اليوم في الرياليتي والأمور تمام وزي العسل والحمد لله بس لأننا في ناس من الجمهور في قدوك الله يسر قلناك أطلع أن تتبين لشي اللي صاير ما أسمعك أقول قلناك أطلع أن تتبين لشي اللي صاير وتوصل لهم منك بخير لا لا أبقي الحمد لله أنا بخير مجرد أنه كان ضيق تنفس بسيط فطريت أني أطلع فيه إلى المستوصف ما أقصر الإذارة طبعا الله يبيض وجيهم طلعت والحمد لله الأمور تمام ومنها ما صبحت أصلا عليك ولا على زياد ولا على عبد الرحمن اللي دخلوني أنا معه في الخلاط وطلع الباهلي ماشي ماشي السالفة عمر حياسة صباحك ماشي اللي يشرف والله أن يصير مكلف يا تاج راسي حتى وأنه خلاط يعني بس اللي يشرف ماشي والحمد لله على السلام يا بادي وما تشوف شره قدامك العافية يا شر ما يجيك الله يطولي بعمرك وتدف ترى الجو بارج لا ما تدفين الله يطولي بعمرك ونورتنا والله يا عبد الرحمن الله يساعدك نورك أنا أريد أن أقول شيء بس سمع العمر عمر خلنقول في النصف الثاني البرنامج وفي الثالث الأخير البرنامج شخصية مختلفة تماما أتوقع أنها الشخصية الأقرب لقلوب الناس الله يساعدك حياك الله خلنقول زودنا على كلام أبو شوق قدم الأثر وتفرغ الآن للرياليتي والحياة الواقعية والتقطق وساعد الصدق العمر أصلا يوفك يساعدك وياك يا حبيبي الله يطولي بعمرك أصلا يرضى عليك ولا ترى باس يا بعد راسي يا بعد راسي ابطر له أبو شوق فقر الدراما اليوم شكنا التمييز فيها والتغيير الجذري من المتسابقين واللجنة التحكيم على رأس من السادة خالد البارس اليوم بارك 4500 10400 4500 ومجموعة الفوزان 4500 ومجموعة الفوزان بال 2000 بال 2000 خالد الباز جالسي تعب مع المتسابقين يوجههم يجي قبل الفقرة بمدة ويحاول يشتغل معهم ميزة هالفقرة أنها يصطلع نجوم ما كانوا معرفين بالتمثيل ما كان يقدم نفسك ومثله وظهر على ذلك مثلا من أبرز الأمثلة محمد المسعود وبندفناء شسم الشخصية أفلام كرتون لما سوى تترى والله إني مدين والله إني ذلحي الناسي والله إني ذلحي الناسي نزبد أنه في شخصيات ما كانت مقدمة نفسك كممثل رجع الآن وبان في الفقرة في الفقرة تذكرهم شر شبيل شر شبيل شر شبيل تذكر بخذين أنه في ناس ما كان هذا توجههم من الفقرة ذي بان عنده مهارة ضل عنده أرضية وقدم نفسه بل بو شوق تسمح لي أنا ما أسميها دراما أنا أسميها يعني اكتشاف مش اكتشاف ظهور على المسرح بحيث أنه كنا أول استفدنا شهرات كثيرة وقوفي على المسرح حتى أنا كمون شد وقوفي على المسرح أكونني كيف آقف الزاوية كويسة مستحيل يعطي الجمهور الظهرين مستحيل فشغلات ثانية استفدنا منها للأمانة بعيدا عن شرط للممثل فقط إيه بعيدا عن أشياء يعني تمثلي مثلا فيه مشاء الله عندنا ناس مثلا كانوا يعني كتشاف فيهم مواهب ممثليين يعني فهي فايدتها للممثلين هذا الرقم واحد لأي شخص وهالشاب مشاء الله قدامهم يعني خير كبير يعني إن شاء الله يطلعون إن شاء الله مهرجانات واوة فتفيد الشخص ويقف قدام المسرح يكون تخاطب يعني تخاطب مع الجمهور وقريب من قلوبهم ولا يكون شكله يعني مش مئزش خلنقول فيها تأسيس للمديع والمقدم الله كي شخص يظهر على المسرح يعني فيها تأسيس لقواعد المسرح الأساسية اللي هي عدم التفات لجمهور وإعطاهم ظهرك في أكثر من نقطة تفيد الممثل وغير الممثل وفي انتظار إن شاء الله تقرير الدراما نطلع نشوفه بإذن الله أول ما يجهز أبو شوق بلغان الشباب نجهز تقرير نشوف التقرير راجعي لكم تقرير خاص في فقرة الدراما إن شاء الله خلكم قريبين اليوم ما شاء الله تبارك الله الشباب مستعدين يمكن دخلنا وشوفنا ما شاء الله كل واحد يأدي بروفات في مكان ثلاثة اثنين واحد طيب والوظيفة أقول توقع الله ما في وظيفة الوظيفة الشهادات أبن توكل ماجستير توكل إدارت أعمال أقول توكل واو من وين جبتها أنا عندي فيتامين سين شين صاد ما نادر هو يقول فيتامين بس 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 واو واو سلامات سلامات واحد ما عرف يا رجل يعني بسم الله اشتابي مين أنت بو كاتم واحد في صندوق قطو يعني مارد اوه لقيتها واصطة عادي واصطة اللوم علي أنا أولا شلال قبلت بكم قرش أوظفك يا الله يتمت أطفاله بسبب بسبب كم قرش يا الله بس الحين تندم وأنت لو أنك قابلا بالمليون اللي أعطت كياع فكيت خلق الله من شرك مبفضل علشان كم قرش أنت قبلت بالواسطة أول عن البداية كانت الاستهلال كان موفق من الخارج كان فيه عفوية في الأداء استخدام الديكور هنا شفنا لما نطلع انتقال التسلسل انتقال المشهد يعني مضبوط المشهد مكتوب وأدته بشكل ممتاز فيه قاع رائع فيه ضبط الحوارات البداية تشعللت ونشوف المجموعة الثانية ماذا سيقدمون في لوحتهم راح أولا أخوة الله بالله هلا لو سهلا عند الباب ولا بس مشلح بعد هي دخلة 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 لحي يعني في نوز زي ما قلت لكم 25 ألف متر هذا بيا بني قصر هابوي أبغرفة كفير هكبر من هذا من الهندر أخليها كبر من القرية حقتهم ومن العمارية كم متر مجلس صالح كم متر 80 ألف متر 120 ألف متر العرض سجل عندكم سجل المستطيع زي سما 90 ألف متر لو الله اللي جابه العيدة الشركة دمرونا 25 قضية 25 قضية وين هم يا السلام يا حساب والفلوس والخير شو رأيك حبيبي؟ هذي الفلوس وذي النعمة يا هلا يا مرحبا يا مسا تترى شو بسوية انتم؟ تترى شو بسوية انتوية؟ 25 انقضية علينا أداء الجميع كان كل ما قلتها بقول لهذا كان جميل ثاني يكون بنفس المستوى الأداء كان جميل شو 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 كان ودي بس يكون الولد التاجري يكون يوضح أكثر أنه ولد مرفه أمي أنا أشوف ما شاء الله التصاعد اللي قادي نشوفه الجميل في الأداء التمثيلي الأداء الدرامي مع هالشباب أشوف ما شاء الله تبارك الله ينم على أنه في حس في استعدادات للبروفات وهذا شيء إيجابي يا مرحبا هلا السلام عليكم يا مرحبا حياك الله يا مرحبا هما سهلا شعندك؟ أنا شاي أقدمي بشركة الامتاج المحدود وصلت يا مرحبا وظيفة وظيفة؟ أي هذا كله أنت؟ أي والله نعم التربية شكله عرفه سلم على أبوك سلاما كثير عرف الوحيد بيض الله يا ربا ذي التربية الصحي الله يعطيكم العافية راي عافية ألف ريال حصل عليها مجموعة محمد الذهلي وحبيبنا خالد المحميد وسعد اسباعي ومحمد عثمان وبندر العلي فارس المشيري وعبد الرحمن الزايد وألف أبروك للمجموعة الثانية بمجموعة الفوزان وطويرش وعبد الرحمن الزايد درجة واحدة بس يا أهل والسهل أرجعنا لكم مرة آثة وشفنا التمييز واللمسة الحانية اليوم في فقرة دراما بوجود أخواننا المكفوفين واللي إعاقتهم ما ردتهم عن التمييز عبد الرحمن الخضيري كيف شفت الفقرة وتقريرها معنا اللي كان قبل قليلا الفقرة كانت جدا جميلة وأنا أشوف أننا جالسين ولازمنا نتعلم من المكفوفين والذوي الإعاقة أشياء حنا ما قدرنا نصلها للأماثة يعني قبل ثلاث أيام احتفلنا بالقصيم شخص معاقد مضبوط أخذ الثاني في بطوط الكرتين مسابق على المستوى السعودية وعلى مستوى القليج وطال على المسابق أعتقد في ألمانيا أو زي كذا وأخذ المركز الثاني فرغم أنه معاقد جيد على الكريسي إلا أنه تحدى وصوى شغلات كثير من حناية الموافين ما وصلنا على مواصل هذه فأنا أقول جاسين تعلم منهم شيء يعني هنيهم عليها وإن شاء الله أنه من أفضل أفضل نشوف إن شاء الله هذا يشوف وما الاعتقاد أو الشخص المرض يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أصطفى بهالإعاقة أو هالإبتلاء اللي هو فيه سواء كفيف عن البصار أو معاق حركيا أو أي إبتلاء في هذه الدنيا ترد أصطفاك وإذا الله سبحانه وتعالى أحب عبدين إبتله فأصبر على هذه الإبتلاء وإلى محبة الله سبحانه وتعالى اللي راح تدخلك إن شاء الله الجنة وحسنا ترفع لك في الدنيا معي فارس فارس صبح أحكى الله بالخير يا فارس أحكى الله بالنور مرحبا ومسهلا أحيي يا الله أنت حيي كيف حالك طيب أبقى كالله أنا اللي جيت هنا مدري ليش أصير ثقيل شوي والله مدري مدري شي السبب مدري أنا كني معرفكم كلكم أتعرفون مدري شي السابر أنت اليوم صرت خفيفة شوي أين هو أنا أين الجاكيت حقيقي؟ والله أن هاني منور وجه اليوم منور أنا ما أدري ليش صراحة أجيبه على هاني عطوه هاني عطوه هاني خليك شوف نور الإيمان اللي في وجهة عشو منخرجنا عطناه هاني لا أقوم نور هاني إلى الحين ما شاء الله ما شاء الله ما تدفي هاني جداً واطم بس طيق ما تخير أنا ما أقدر سكد دليل لا حلو أنا أخدت أنت اكسوس موم؟ دقيقة أنت مع الولادي تأخذ أشكيت سامي يا فارس أشكيتك هاني جعل أفتاك طال عمول طيب رجع سامي جكيته برضه بس أنت سامي سامي جكيته معك إلى الآن لا أنا أخدت عشان واسطة فهم؟ يعني عشان ليش ينالبت لا يسحبون علي الصوت لبه فارس أنت لما تتقضى ما تتعب صح؟ لبه؟ ما تتعب لما تتقضى إني ما رحتش؟ ما تتعب ما تتعب أقول إذا جيت تتقضى ما تتعب الحمد لله يا روح أطفال اكسوس مول وضع كويس ولادي ما يسكر يا جماعة أبد هيّي ترى ترى إنت من الداري ما تأخبنا بكل طيب فارس يعطيك العافية يا مرحم الله Wesley كيف حياتلا أغنية؟ ايش؟ كيف حياتلا أغنية أقول كيف عاش؟ حياتلا أغنية كيف؟ حله استحلس أ leveling أبشر أبشر حياتها الأغنية؟ حيااتها الأغنية؟ آية اليوم أنت مع طوني وضعك كويس طلع ذلك وركز معنا بس عشان الوقت يا فارس اليوم في الدرامة مع طوني اليوم فترة انا حظي زايا انا اقول لكم ليش انا رجال والله ما قصر عبد الرحمن عبد العزيز زايد على بيض وجيه ووظفوني معهم في الشويرمة مطعم الشويرمة حلو ومن عرفتهم ما شاء الله تبارك الله وتوظفت معهم حظي زايا اي واحد اي شاء الله واي ما شاء الله تبارك الله اي شلون ما ادري انا صرت اخوي من بزيادة فهمت صرت كده فهمت صرت يعني وقعت حتى يعني وقعي وصح من النوبة وصح من هنا فهمت واجي لسح الراسي لانك مشيت مع اهل القرآن يا خب كلهم فاركة عيال زايد يوم الخير وفاركة فارس بعض درسك كيف هم مبرك لان والله فيه باقي خراج الله حمد لله اي والله الحمد للعسلام الله يشتلم انا في شي ما سمعت تعليقه بسمه الهين مليشكة 8 موجود خسن فلاش مو بحق بن دفنة حق انا حق بن دفنة حق بن دفنة اي عقسم بالله لو ما ياخذ الاول انه محد يعرف شي فلاش مو عجير جاع فوي طبعا انا اعطيكم السيناريو السيناريو انه يمشي اني انا دفنة على كرسي واني انا وابلدة طبعا ما يتكلم وتخليه يروح مع وبعدين يروح مع السواب وانا اتكلم مع اخوياي واجلس ثم اصيد اللي يضرب اموي البطل فلاخير انا فقلت لها عبدالله طيب انت فلاش مو بحق كان اجد دنبي انا اللي يتكلم ولا يسوي قال لا فيه رسالة فلاخير الرسالة طلع اولها بعدين راحت اختبئت انت بر فيه بغيت تجيب لها شلل في العربية اول ما انا بغيت اجيب شلل في نفسي اللي يوم جات وعند العيون لقطط اللي خشت في سرتي هالي فهم انا ما قدرت العيون طالعون فيه وطالعوني ونحقول ونرحب اللي خشت اللي هي يدي العربية يدي العربية في سرتي ارتفعت ايوه ممتاز اللي مهم الا عبدالمجيد وبندر العلي وعمر الملحم وعمر الملحم وعمر المسعود مهم قادرين يسكتوك وانا ما اني قادر يسكت ضحكنا قال قلنا يا الله نعيد المرة ثانية عدنا اخشيني وين على الكم في شروق يوم خشيني عبدالمجيد الطويلش على انه هو الهند اللي يخدمه بول يوم خشيت المرة الثانية مهم اخذ ضعية انه تعبه مهم اخذ ضعية انه ميت فيهم طلت فيه كحيت ونضحك هلو المهم جيت المفروض للمشهد اني اطلع ما قدرت يعني لو اطلع ويشوفوا الوجيه اخرب الفلاش موب فقلت خلاص خلنا اكمل الدور على اني اش تسوي فبوي واش تسوي فبوي وقام قال خربت الفلاش موب سود الله وياكم مو سود الله وياكم انا بنحكي لك حاجة يعلم الله ما قد ضحكت بزد رصيدك مثل ما بحكت هذا كل يوم يعني فارس انت تقول لو ما اخذ الاول ما حد يعرف شيف فلاش موب قصدك انه جاء بعفويته بعفويته وبالضحك اللي فيه وصل رسالة بعفويته وبضحك وصل رسالة لشريحة كبيرة يعني ممكن في الجدية فيه ناس معينة تبغى لكن الضحك والفل والوناس كل الناس تحبه ما بي تقول واحد ما يبيه فارس انا ودي من فريق اليوتيوب يعطيهم العافية يقصون اللقطة اللي صارت لما جمعكم بالدفنة في الساحة اللي قدام ركن القصيم والتخيل والناظج فعلا اتكلم معاكم عن موضوع انه وتعليقكم كانت تعليقاتكم جميلة جدا اللقطة هذه الجدية فعلا لو قصة الحالة ترى قصة مستقلة غير قصتكم اللي ما قدر حد يكملها طيب فارس معك عبد الرحمن الخضيري فارس الله يسعد صباحك الله يحييك صاير اغنياعك وبناهم اغنياع وحظين ماذا الوضع والله يشوف انا بقول لك شي انا رصيدي الظاهر رصيدي الظاهر عالي جدا الله الله ما اكذب عليك رصيدك الخفي هذا البلاء بيبدأ ازد رصيدك سبعة وثمانية وانا باقي اسد ما اكذب عليك ما ادري انا مش فيه وش ما ادري بس يقول لك حظة يقول لك حظة القبائح بس ملاي حظة مزايا فنور الطائح انا ما اشعب اقوله لا ان شاء الله انا من ازام الطاهرة ان شاء الله تزين باطن ان شاء الله يا رب يا رب قدامك توفيق بس الله يوفك يا فارس تمرنا بشي يا فارس عبد المجيد الطوير ايش هنا في انتظاره عطم اياه دائما جاهز نبغى منية يا فارس اذا كان قريب نعلم عبد المجيد لا جاهز ما يبلغونا الشباب وناخذه مع بعض ان شاء الله الدفعة المعنوية التي جي الشباب من الموقف هذه يا عبد الرحمن التمييز نصيحتك باقي اقل من 18 يوم تقريبا عن تها البرنامج للامانة فيه شغلات كثيرة يعني سنسنى ممكن حنا جبناها عفوية او موش جبناها عفوية جبناها بس ما توقعنا تأثيرة تكون حكى التأثير هذا لما اطلعنا يعني حسنا الصيد باقي لبعدين وبرضو فيه شغلات كثيرة قلت يا اخي ليتني يعني ليتني شادة عن نفسي اكثر ليش لاني شفت فيه مواقف فيه شغلات تانية انك صلى تأثيري يعني الى لحظة هذه طيب عبد الرحمن من عبد المجيد الطوير ريش اوقت تستقبلها انت تصدع على طمك في شروم نتكلم لهجه قصيم عبد المجيد ريحت القصيم ريحت الكليجة يا رجاء تحسسني ان كليجة مخباتي جايش اخف علينا يعني موجود والله العظيم ان كليجة طيب نزلي من السيارة ركوب معي لا شباب ملزي مدرك اسبر 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 تعني الشباب احجزوا له مقعد هذا مجيد وش ولومك انت؟ وش اخبارك؟ الله يسعدك سني اسمعت وطار انك تصفيات عندها مسابقة عساك تفوز بأول وتعطين نص الجائزة يا رجال الجائزة راحتة عنده بوشوك خلاص لا بقي شي انا بس ارحب بوشوك اذا بغيت شي اخذ منه بوشوك لا يقصروا بوشوك الله يسعدك يا بادي تعين الجمهوري عبد الرحمن كيف يتوى عبد المجيد في البرنامج؟ والله عبد المجيد والشاب كلهم اشوفهم ما شاء الله تبارك الله قبول قوي وتأثير قوي يعني سواء عندي بالميش unserer تويتر وأو سواء عندي بالاستجرام أو حتى بالإثناء ف... معنى معنى يا عبد المجيد تقدم واحد الشاشة قتفش داعوا لا اماعنى يعني فيه أثر للشيباب فيه أثر جدا جدا كوي وهذا ترى يعني شي إسعد ومن نفسه يحمل مسؤولية يحمل مسؤولية إنه ترى يعني أي حركة أي شغلة منكم ترى محسوبة على اشخاص على يعني ترمحسوه وترناس تقديبكم ونفسه اي شي كويس ترناس برضوه تقديبكم ماذا الكلام؟ طيب ابو شود معك المجيد عبد المجيد سام في هذا المكان اللي انتجار الشيه الان كمع في جوال وتتكلم باحد اللغات اللي مجد له الشيه ممكن تعيد الكلام اللي كنت تقوله يعني أصبر بحط مجوع رجل ايه ايه عاطنا رجل عاطنا وضع يدي حكتب اندفنا ايه او فتكلم سام في cadها اي أينkg ايد عبد المجيد لو شد حاله شو اسبك ايه انسا عبد المجيد انا اسبك وفيك وفيك شاسمو انت اه قد نفسكم مثل وحظك في التمثيل كبير جدا 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 ل sticks شد حيلك وركز على المجال مميز بإذن الله عامرنا عبد المديد بخاطرك شي والله بخاطر شي بس بقول لأبو ساعد إن شاء الله عدباله تاخر بالتصفيات بإذن الله والله الله يوفك إن شاء الله يأس الأمر كاب عديد ما يجي بالله حياه الله إن شاء الله يعطيك العافية عبد المديد في انتظار منيف إن شاء الله نبغى برضو أبو شوقي بغى يناقش في كذا نقطة عبد الرحمن في سر تحتفظ فيه أنت من أيام زد رصيدك خمسة وأنت دائما تخرج في السناب إنه أنا كتاب مفتوح لكم كجمهور ونتناوي حين تحجر عنك بل برد هذا هو السؤال فقط هل عندك استطاع بالتصريح بعبارة على الهواء؟ والله خلق نقول يا رجال أنا أقول إنك تعوذ من بليس شاء البعارين تحركان وألغى لما شاء الله تبارك الله يعني ما عندك استطاع هذا يسمون المخرج 27 بارش الله أيوه أيوه هذا يقول البعارين تحركت يعني جاي من أصنام حناك كده تمشي لا أقول اسمها الزدان يارك طيب أبو شوق أيش اسمها في نقطة اليوم طبعا كان في أو في الأسبوع هذا كان في مجموعة قيم تقدم مثل النجم القيمي مثل مهارات إعلامية مثل فقرة الشيخ بدر ورث العنبياء فقرة خيركم أسلم فيها خيركم يا بو شوق الحلقة اللي طافت قبل يومين تقريبا أسلم فيها 137 شخص على يد الشباب ما شاء الله تبارك الله فأقصد إنه الكم هذا اللي إحنا نعرفه عن قناتنا يعني ونتابع فيها قناتنا أسمننا نحتفظ فيه ونعرف يعني نعرف قدرنا ونعرف من نحن وما يحتاج أن ندخل فيه مهاترات مع أي أحد نثبث له من نحن فأي أحد عندما يحاول يتكلم عن القناة هو يعرف القناة بس له هدف واحد أحيانا البعض طبعا منهم عند البعض هؤلاء هدف إنه بس يبقى نقاش يبقى قصة يسويها فيهم يبقى يخذ بلبلة فقط وفي بعض آخر ناقد أو ناصح نصح عميل لكن يمكن موفق في الأسلوب وبعضهم استفدنا منهم في نقاشاتهم فكثير من الناس لو فتح الموضوع هذا أو كتاب تغريدة وما حتى ترد عليه ستموت التغريدة في معديها لكننا من غيرتنا ومن حبنا للقناة ومن حماسنا نحاول ندافع 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 لا يجمع عزاكم الله خير يعطيكم العاية في ناس كثير دافع عند شخص فعلا تجد عنده إشكال تبتعالج إشكاله لكن شخص متعند لو عانت يزيد عنادة فأنتو تعرفون قناتكم تعرفون ما تقدمها القناة ما يحتاج هذا الناس أصلا ليسوا من جمهور القناة ولا يتابعونها ولا يستهدفهم ولا يستهدفونها صعب القناة تخاطب جميع العالم ما في قناة في العالم تخاطبهم الرسالات النبوية اللي كانت موجهة جميع العالم ما يستجيبون لها في ناس استجابوا في ناس كفعوا فبالتأكيد أنه أي رسالة وأي منبر يقدم برسالة في ناس تحب وفي ناس لا تحب في ناس صادق في ناس تكره في ناس تقفع الحياة في ناس تكون في منطقة رمضية ما تفهم فإحنا مهمتنا ليست إخضاع الناس وجعل كل العالم تحب القناة أو كل العالم بالعكس يعني خلونا نتدد صدورنا للخلاف مو بشرط أنه أي واحد يناقش أو أي واحد يكتب شيء على القناة أنه نرد عليه ونهاجم ونهاجم لا بالعكس نخف شوي هذه نقطة أنا أحب يعني أرسلها للجمهور الغالي مع شكري وتقديري وامتناني لهم وأتوقع أن هذا الشكر هذا وحنا نفخر فيهم دائما أنهم متواجدين دائما وحاضرين ويعتبرونها القناة جزء من يعني بعضهم يعتبرها جزء من عمره يعني يعني عاش ما تقول معنا من 2006 من 2005 هو يتابع بعضهم من نشأته وفي بيوت اليومين الماضي أجاني اتصال من سجن نساء في أحد الملاطق في السعودية رقم من كبينة سجن نساء يتابعون البرنامج ويكلموني عن فقرات البرنامج من الصباح إلى نهاية كلام اليوم وعارفين الأحداث ويسألون عن أخبار المتسابقين ويسروا عن أسلاء قانونية طبعا أصل المكان فشف وين وصل أثركم وأنت القناة اللي تتابعها ترى يتابعون هالناس في في مرافق حكومية يعني تهيئ لهم هذه القناة وتابعونها في كافة أنحاء الوطن أو التين أرسائل يمكن كلكم تمر عليكم من أنحاء الوطن العربي كله من شرقه وغربه وشماله وجنوبه فالحمد لله الأثر موجود ونحن نعرف هذا الأثر فنثق ببضاعتنا ونثق بما نتابع ونثق بما نقدم وما يحتاج يعني أحد يزايد على حبنا أو يزايد على التمييز ونجاح حلقنا اللي يتكلم يعني فارس يقول لحظ المزاين الأمثال العربية الجميلة هذه لا بغت تحرى أسكت وخله يقولون في ناس كثير لو ما أحد ناقشوا والله ما يفتح لك هي تغريدة بينزلها بس لكن لما ناقشها الناس بدعانا دعانا دعانا وتكبر كرة الثلجة ثم يجيش أخويا يقول تعالوا في ناس يعندوني في قصة حلوة ثم هذاك يجيش وانت تجيش وتكبر قصة في ناس يستمتعون بالأذب وشوق بالخوض في أعراض الناس في شغلات ممكن ترى في أشخاص يحاول يرقى إلا ظهرك بمجرد أن ينقدك فتلقى مثلا ينقدك ليش عشان ترد عليه عشان يرتفع أسهم ويسلوا الناس الأنظار عليه فهو جالس يعني ما لقى حل إلا أنه ينقدك عشان يرقع يعني تمنى أنه يكون هو نص اللي أنت موجود فيه فأتوقع برضو فيه أشخاص كتير هدفهم هو النقد أنه يبي ياصل لشيء صحيح وياصل يلفت الناس لك أكثرهم يشعر بالاهتمام فقط اللي شاب في تفاعل عنده في تويتر يشعر بأنه شخص مهم وللأسف قاعد يبني في ذنوبة ويطلع على ذنوبة ويرتقي عليها في بسعد في فكرة عشان كون منصفين يعني في ناس ناصحة فعلا وفي ناس مين واضح الفكرة لهم شافوا جزء أو شافوا لقطة أو شافوا شيء مختطع أو سمعوا من الناس يتقوم فيهم فلازم حنا نكون منصفين مع الجميع الجميع ليسوا في الزاوية السوداء أو في المربع الأسود في ناس في المربع الرمادي في ناس في منطقة ما يدرون وين وفي ناس معانا وشكوا لكن أتمنى من الجميع أنه زي ما تقول ولنفرض أنه حصل خطأ فنحن لسنا معصومين وما في أحد في الدين ذي معصوم حتى أنت في بيتك تخطيع وتجيب ممكن طوام كلكم خطأون وخير الخطأين فيفترض أن نتعلم مع خطأ بحجمها ولا نخليها تتجاوز ولا نزايد المزايد على المسألة ذي أميتي الباطل بس كنت عنها هذه من أعظم القواعد والأقوال أنا نتكلم بشوق عن أشخاص المهاجمين وهذا يمكن أن نشوفهم نحنة يعني كعلمين وناس يحجمون ما نتكلم عن أشخاص اللي محبين يعني أذكر فيه شخص دخل عليه قال لي ملاحظة والله أنه غلطان 100% يعني أنا عارف وضع أنه غلطان بس قسم بالله أني احترمت من أسلوبه جدا قد رحمن نحن نحبك في الله يعني فهم شي غلط احترمت من أسلوبه فهذا هو الشخص المنصح بس أما أشخاص اللي يعني يشوهون ويسبون يأتي بكرهة أصلا إيه هذا هو اللي أساسا هو أصلا ما جاء كان صحك بس في كده يعني هي قاعدة لو مش عليها أغلب البشر بل كل ما ضروا أحد في حياتهم ولا أحد ضرهم اللي هي قاعدة تحترم تحترم كل شي تقدمه بإحترام راح تلقاه أنت بإحترام طبعا معنا على الشاشة الآن سيظهر أرقام الوقف وقف نبع الحنان تبقى عليه عشرين في المية عبد الرحمن من الأشياء اللي نفتخر فيها بزيد رصيدك خمسة ونسخ الخامسة من زيد رصيدك هي اكتمال وقفين أو وقفين في مجموعتنا لا زال على الوقف الثاني عشرين في المية كلمة كلمة من يتابعون ومن يحبون ومن يريدون الأجل والصدقة الجارية إلى قيام الساعة إن شاء الله طبعا ممكن الشاب تكلموا كثير لكن أنا أدلي بدلو بسيط يعني أنه دم الوقف عن الوالدين يعني يعني الله يخلينا أمهاتنا وأبائنا ويرحم المتوفين منهم فأقل شي نقدمه الوالدين يعني الوالد قبل سبعين صار لحادث وحمد الله يعني نجع نجع من الموت بلاحظة أفكر يعني أقول أنه مصار حادث وأنا كنت بعيد يعني مسافر فأنا راجع أقول والله لو يطلب عيون يعطيه بس أنه يصير بخير فيعني هذا الوالدين أهم يعني شي شي يعني مستحيل حنا نوصل أو مستحيل حنا نوصل من أساسك إيه ما تسووا لنا يعني فوقف الوالدين أغلى منام لك أشيء ثاني وقف يدوم لك طول عمرك يعني يعني بحياتك تشوفه بغيالك تشوفه بمستقبلك تشوفه بوظيفتك تشوفه بغيال أمت إن شاء الله تبقالك تصدر عليك يعني إلى يوم الدين يعني هو تحت مسمى طبعا نبع الحنان اللي أسأل الله أن يعجل باكتماله أبو شوق تطلعات الغد وختامه تطلعات الغد أنا كان ودي أسأل عبد الرحمن السؤال السؤال اللي أنا أتفضل عبد الرحمن اليوم اللي قبل إبراهيم كيف تعاملكم معه؟ من ناحية كيف يعني في خوف ولا بايعينها خلاص؟ لا لا والله بالعكس خاصة الأيام الأخيرة لا يعني كان يوم مخيف إيه لأنه كلما خلاص يعني أنت قدامك المركز الأول الثاني يعني هذا هو فشي صعب اليوم كلامك فعلا هو الواقع أنه كلما قرب إبراهيم وإن ظهر عليه على الشاب الفلا ترى فيه خوف في قلوفه كل واحد خايف أن يودع ويصير له موقف كده اليوم أنا كنت مع المتسابق مني طبع مني في اليوم خرج برصيده ورحتنا إلى المحكمة عشان تابع مواضيع خاصة طبعا ما حضر إلى الآن بالكفش الروم نعدر الله ربما لإنشقاله يمكن لأنه كان تعبان من طلعته يمكن الآن ما نام فيه تفاصيل كثير في الموضوع يمكن الموضوع عند الإدارة وعند نايف أخو منيف ويمكن عند منيف بعد يتكلم فيه أنا ما قدر أصريح في تفاصيل هالموضوع وإن شاء الله تكسر أمروني يا رب أنا النقطة المهمة بعد أننا دائما نقول إذا قرب الأجل أحسن العمل إن شاء الله فكلما انتهى قرب انتهى البرنامج كلما نقول المتسابق ترى أيامك معدود الآن في البرنامج لازم تقدم الرسالة والرسالة حتى لو كانت نكتة حتى لو كانت قصة طريفة إدخال الصور على قلب الإنسان على قلب الناس ترى هذه رسالة جميلة صحيح أيضا مبادئك أهدافك أفكارك جلس تقدمها والشاب جلس يقدمونها أشياء رائعة جدا 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 كمية القيم التي تقدم في برنامج واقع ترى كمية منه بسهلة خاصة أنها منه بمحاضرة جلس يلقيها لا هو جلس يعيش الرياليتي جلس يعيش الواقع جلس يعيش كذا وتشوف القيم حتى في نقاشاتهم في هواشهم في كذا باقي الأخوة والروح الجميلة موجودة بانتظار يوم غد يوم جميل من بداية سعود غربي سعود غربي سعود غربي ممكن المخرج يجيبنا للقطة دي ترى حنا لنا ساعة نتكلم خوف البرد وخوف هذي كلكم يقربون أخوزياتي طال إينا على الهواء أثناء مباشرة لا لأنه فيه تمرض هايوا هايوا أنا قايل لك هذي فتنة أنتسببتها الآن هما ما مسأدين من أهلهم يطلعون هوا رجعوا أسلم ختاما متطلعين لغدا أجمل إن شاء الله من بداية سعود غربي لا بس هل الناس تستوعب فيه تمر ممتاز وجو يأكلون منه لا وفيه واحدة ظاهر تلة تمر وراح ضيقات في عملية سريقة صارت من سعود غربي إلى نهاية شو اسموها مؤتمر الجمهور هذي الفقرات اللي تصير والدوانية إن شاء الله غدا مختلفة الدوانية عفوا وغدا الدوانية مختلفة جدا جدا مدرعن عنها موضة جبعية لا لا خلها بتفاصيلها غدا إن شاء الله أنا أتمنى من الجمهور العزيز ومن المتسابقين الكرام أن نستشعر قرب انتهاء البرنامج ونركز في أداة البرنامج جميل عبد الرحمن الخضيري ختاما وشكرا على الحضور وشيء شكرا لك شكرا الله يا بد أخوي زياد حبيبنا ثاني شيء والله أني بردان صراحة جمت والله أني ذاهر لكن أقول غدا أجمل كلمك توقع أن تختصر أشياء كثيرة الله يجمل أيام تستطيع غدا أجمل إن شاء الله في مسابقتك يا الله يا رب عسر الله يقويه إن شاء الله وأنوه مرة ثانية أنه عبد الرحمن الخضيري داخل في مسابقة ادعموا تفاصيل مسابقة على سناب عبد الرحمن الخضيري عسر الله يقويه إن شاء الله يكتب له الخير شكرا لكم شكرا لمتابعتكم أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع جميلة بين أحبابكم وأهلكم إن شاء الله استودعتكم من رب حتى ألقاكم غدا في أمان الله شكرا لكم 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 شكرا لكم